إن الملايين اليوم تتابعنا كما تبعت قمتنا العام الماضي من نساء ورجال وشباب وأطفال مزارعينا وعمال وأصحاب أعمال بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير واحد وهدف واحد منهم من يتواجدون معنا هنا ومنهم خارج هذه القاعات وأمام الشاشات يطرحون علينا أسئلة صعبة ولكنها ضرورية أسئلة يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا قبل أن توجه إلينا هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ هل استطعنا خلال عام منصر أن نتحمل مسؤولياتنا ققادة للعالم في التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرا؟ والسؤال الأهم الذي يتعين أن نواجهه لأنفسنا هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن؟ بلا شك إنه ليس مستحيلا ولكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمت ما يزر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس أثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى من كوارث مناخية تتصارع وطيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوماً بعد يوم في شتى أنحاء كوكبنا فما تلبس أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر مخلفة وراءها ألاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات وكأن العالم قد أصبح بصرحاً لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقصى سورها وهنا علينا أن نتوقف لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلاً ملحاً أما أنا لهذه المعاناة أن تنتهي؟ ترجمة نانسي قنقوا موسيقى شكرا